اشتركوا في القناة يدير اختناق تنفسي ويمد تخسير الدم ويمد جلطة دماغية أو جلطة القلب قلنا بالكوفيد هذا يتبدل عنده سلالات ولكن حاليا في العالم اكتشفوا باللي دير حالة في النسيان الهنسان ولا ينسى لماذا هل يطور عنده سلالة اخرى راح تقصد الخلايا العصبية انا نقول النسيان هذا على تجاهل الخلايا العصبية تعمل بالاكسجين تعمل بالسكر اذا كان الاكسجين نقص فينا اذا كان الانسان ما يتنفسش مليح الاكسجين هو ناقص حبي يقول الخلايا العصبية تنظر في يصرف فيها اتلاف وفي كل مرة نقول بالخلايا العصبية خلايا لا ما تعاودش تنتج المخمع اوش يدير انتاج تخلايا عصبية جديدة اذا كانت تلفت تقدر تروح الناس يتقول او يمد ارزايمر انا نقول لا لا يمد نسيان ارزايمر نزيد وندخلوه في غموقات ولكن مع نار نخرجو هاد الوباء من العالم ومن الجزائر انا راح نديرو الخبراء يديرو كما يقولو ديرو كوموندسون تدابير ونشوفو واش دير هاد الكوفيت باش نقدروا دافعوا على انفسنا بصفة جدية لا خطرش اذا كان فيروس تبدل على جال لو رشوف موكليماتيك على جال تذبذب تلك الكرة الارضية يقدروا يتبدلوا تانيك فيروسات اخرى يقدر تصرى اشياء اخرى لذا لازم نكونوا ياقذين هذا كما يقولو القرآن الكريم يقول بعدها بسم الله الرحمن الرحيم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم صدق الله العظيم لازم ناخده بعين الاعتبار كامل واش صار لنا كامل اشياء اللي راي نشوفو فيها الغير المعقولة الغير ما كونش يسنوا فيها باش نديروا تدابير وديروا خريطة الطريق لتفادوا كامل المضاعفات اللي عنده مرض السكري لازم يكون عنده السكري تاعه ماشي ما عندهش مضاعفات خادش اذا كان مرض السكري خادش كاي الناس يقولك أنا ندي لانسولين هناك السكر انا اقول لا اذا قديت لانسولين هكذا تهبط الانتاج هكذا تدافع السكر ولكن مديت كليت السكر ماشي الانسولين حاب يقول ما مسموح لك تاكل السكر غير معقول الانسولين زائد الاشياء اللي لازم تاخدها بعين الاعتبار الانضباط وتاكل ما تاكل ش سكرية سريعة ما تاكل شليغاتو ما تاكل شوكولة لازم ورياضة وتشرب بالماء الانسولين وحدها ما تكفيش وحتى لي ياخدوا الأقراص لازيبوغليسيميون أورو هادوك الناس يقولك أنا أنا لا لا نقدر ناكلها هاتش كليت شربت الدواء لا إذا شربت الدواء وكليت السكر هكذا يحدزت مشي مرض السكر يمد مضاعفات إذا كنا نبدأ من مضاعفات يصرعوا أشياء غير معقولة خاصة في ظرف الكوفيد قلنا الكوفيد هذا يقتل بصفة مباشرة ويقتل بصفة غير مباشرة كي يدير مضاعفات في أمراض القلب في أمراض السكري في أمراض السرطان خدش المناعة نقصة وعندهم كما يقولون عندهم الذات تحم يسمح للكوفيد باش يدير كورونا فيروس هذا باش يدير تأثيرات سلبية في الخلاصة الحياة الصحية الرياضة شرب الماء الماء المعدني أكل صحي النوم المصلح ما ناخدوش أدوية بصفة عشوائية ناخدو بعين الاعتبار كم بروتوكولات صحية الكمامة غسل أيدي شرب التباع الجسدي ما نخرجوش لف ضرورة واللوقاح هاد وقاع رحين يعاونونا باش نتفدعوا كل المضاعفات اللي تقدر تصرها خاصة اللي عنده السكري مرض القلب ومرض السرطان والمرأة الحامل صحتكم وصحت أولادكم هيا رسمي لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة